هنستخدم في الدورة دي المحرر براكتس براكتس تقدر تنزله مجانا من الموقع الرسمي براكتس دوت اي او هو مجانا ومفتوح المصدر بتنزل اخر اصدار وبعد كده بتصطبه بالطريقة الطبعية وجهة البرنامج بسيطة جدا وبيحتوي على قسمين القسم اللي هو في الليمين اللي بيكون المحرر القسم اللي في الشمال اللي بيكون عبارة عن الملفات تقدر انك تعمل فولدرات وكل فولدر يكون عبارة عن المشروع بتاعك وبتضم الفولدرات دي او بتقدر توصلها من خلال الليستة المنسادلة بينما في الاسفل هنا بتكون الملفات اللي انت عايز تشتغل عليها دلوقتي هنتعلم برضو كيفية انشاء ملف HTML لان لغة الجيفا سكريبت ما بتشتغلش لوحدها بتحتاج HTML عشان تشتغل من خلالها لغة HTML هي اللي بتكون مسؤولة عن التصميم مواقع الانترنت يعني اي حاجة انت شايفها قدامك في اي موقع بيكون المسؤول عنها هي اكواد الهتش تيميل عشان ننشئ ملف HTML جديد بنيجي عند فايل وبنختار new وبعد كده بيكون فعلا اتنشأ الملف ولكن في زاكرة البرنامج فقط عشان ننشئ الملف حقيقي على الهارددرايف بتاعنا بنيجي كمان مرة عند فايل وبنختار save او ctrl s بنختار الفولدر اللي احنا عايزين نعمل فيه save وبنسمي الملف ولازم بعد اسم الملف نضيف .html وبعد كده بنعمل save في الحالة دي بيكون فعلا الملف تم تخزينه في الفولدر اللي احنا اخترناه ونقدر ان احنا نفتحه من خلال البراؤزر لو ضغطنا عليه مرتين تعالوا نعمل اول برنامج hello world الhtml بتعتمد على ما يسمى التاجز او الوصومات بتبقى عبارة عن اوامر بتكتب بالطريقة دي الامر الاولاني ده script مهمته ان احنا بنحط فيه كل الاكواد بتاعت الجافا سكريبت اللي احنا عايزين نعملها يعني لو كتبنا برا حيز السكريبت او الوسم ده بيحسب انه نص عادي وبيتعرض قدامنا على البراؤزر بالنسبة لأول برنامج هو ان احنا هنعمل function اسمها alert يعني ايه function هنتعلم ان شاء الله ده في الدورة وهنكتب فيها hello world alert بيكون الامر اللي احنا بنستخدمه لما نحب نعرض نص في مربح حواري على البراؤزر بتاعنا يعني في الحالة دي لو انا عملت control اس يعني حفظت التغييرات اللي حصلت ودست على هنا الزرار ده live preview في الحالة دي بيتفتح البراؤزر قدامنا وبيتعرض قدامنا hello world ولو عايزين نغير النص بنغير النص زي ما احنا عايزين وبعد كده بنعمل control اس او من خلال file save وهنلاقي ان التأثير بيحصل على طول مباشرة موسيقى